بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لا يمكن أن ندخل في دين الله قبل أن نخرج من دين آبائنا يعني بعبارة أخرى لابد من الخروج من الصندوق الذي ولدنا فيه في الحقيقة كثيرا ما يتداخل بعض الأخوة أو يطلبون الحوار معنا أحيانا أشخاص معروفين يطلبون الحوار أو يتحاورون وفي نفس الوقت قد يعني يستخدمون أساليب غير منطقية في الحوار أو غير علمية في الحوار وهناك أحيانا بعض الأخوة تداخلون في صفحاتنا على الفيسبوك كله على اليوتيوب أيضا يعني يتحاورون بحماس وعندما يعني نتحاور معهم نرى أنهم يتخذون منطقا منطقا يعني غير علمي من الأخوة الذين دائما يعني يتداخل في صفحتنا الأخ أبو مصطفى أبو مصطفى هذا يدافع باستماعاته عن نظرية الإمامة وعن وجود الإمام الغائد المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري والأخوة يتحاورون معه ويردون عليه وهو يرد عليهم المشكلة في الحوار مع هذا الأخ أولا هو شخص يعني لم يعبر عن هويته بصراحة أبو مصطفى فقط أو خالد فا يعني تصرف وقت طويل في الحوار معه ويبدو الحوار يصير مثل الحوار طرشان لأنه هو يعني لا نعرف يعني بالحقيقة حتى المستوى العقلي لبعض الأخوة المستوى العقلي يعني الذي يدرك التناقضات تعرفون أنت الأطفال الصغار قبل خمس سنين يعني من الصعب عليهم إدراك التناقض ولكن واحد لمن يكبر شوية عقلي ينضج يفتيهم فالكلام يعني هذا متناقض أو كلام مو متناقض ما يحتاج يدرس منطقة رسطة حتى يفهم الشيء هذا بعض الأخوة يتكلمون كلام أو يدافعون عن نظريات متناقضة بوضوح متناقضة ولكنهم في نفس الوقت يعني ما عرف كيف يرددون هذا الكلام ويستخدمون في كلامهم أيضا تأويل تعسفي القرآن يعني يحاولون يأخذون آيات قرآنية ويأوجوها ويقلبوها ويجرجروها ويمطبطوها حتى يطلعون من عندها في مفهوم معين ثم النقطة الثالثة يحتمدون على أحاديث يعتقدون أن هذه الأحاديث صحيحة مئة بالمئة حتى أنا كتبت للأخ أبو مصطفى قلت لأنه أنت مثلا ذكرت في الحديث وين مصدره هذا؟ قال والله العظيم هذا مصدره صحيح وفيه يعني لدي المصدر ذلك طيب ما هو المصدر؟ من قال لك أن هذه الأحاديث صحيحة هو يقلد يعني بيئته ويقلد مشايخه ويثبع الكتب التي تربع عليها في البداية ويعتقد أن كل ما ورد بهذه الكتب صحيح هنا المشكلة يعني أنه يفكر أولا هو مولود في بيئة معينة ويحاول أن يدافع عن هذه البيئة ويعتنق نظرية معينة مسبقا ربما موروثة من آبائه وإجداده أو من المجتمع ويحاول يدافع عنها بصورة مستميتة ثم يستعين بذلك على طريقة تفكيره عن الأحاديث الواردة قال العلماء كذا وصححوا الأحاديث ويجيب أحاديث عن الأئم عن إمام باقر عن إمام الصادق عن إمام الكاظم عن الإمام الرضا مثلا أحاديث طيب يعني هذا يسمى التفكير من داخل الصندوق التفكير من خارج الصندوق المهم ضروري جدا لمعرفة أي نظرية أنها صحيحة أو لا يجب أن تخرج برا تخرج برا ويعني تنظر إلى كل كلام نظرة جديدة تخليها على موضع الشك والتساؤل لا يمكن أن تعتمد على صحة ما قاله السابقون أو قاله فلان أو قاله فلان فشوفوا الآن هذا النموذج أن أقدمكم إياه اليوم شون طريقة التفكير أنا ما يهمني أسأل أخوة ما أعرف منه أبو مصطفى أبو مصطفى هو ما يتحمل مسؤولية لو هو شجاع في الحقيقة يبين رأيها يعني يبين اسمه يقول أنه يتحمل هذا الكلام ما ينخذ وقتنا ببلاش ووقت الأخوة دعما حوارات حقيمة الصير لأنه يجي واحد يحط لك اسم أو مجهول ويقوم يكتب بش ما يريد كتابته غير مسؤولة أما واحد لو يعرف عن نفسه ويبين مستوى العلمي ومستوى العقلي أيضا حتى واحد يقدر يتفاهم إياه ويصرف وقت حتى يتناقش إياه أما يجي واحد مجهول وستمادر شنو الظروفه هو يعني ما قلومه ولكن هذا الحوار غير مسؤول يعني يجي واحد يتكلم بما يشاء وهو غير مسؤول عن كلامه شوفوا شلون يعني شلون طريقة التفكير قال الإمام علي إن المؤمن يرى يقينه في عمله قال الإمام علي وين لقيت الإمام علي أنت وين شفت الإمام علي حتى تقول قال الإمام علي على الأقل تقول روية عن الإمام علي مثلا أما قال إنت قاعد تقول يعني ومنين جبت الحديث هذا وين لقيته بياه كتاب مو مشكلة وإش ما لقى من أحاديث قدامه يعتبرها صحيحة مية بمية والحديث عجيب غريب أولم مرة أسمع بي هذا الحديث إن المؤمن يرى يقينه في عمله قد يكون هو من تأليف الأخ ما بعرف حقيقة وإن المنافق يرى شكه في عمله شو معناته يرى شكه في عمله من أنتكت الحديث وشو معناته الحديث هذا إن الإمام المهدي محمد بن الحسن حقيقة ربانية ما هذا أول كلام عندنا يعني هاي مصادرة الصير يسموها لما واحد يريد يبحث في شيء ما يجي يثبت الأمور مسبقا لازم يجيب أدلة عليها ويناقش أدلة الطرف الآخر ويستمع لها ثم يعني يحاول يفرض نظريته هو مية بمية صحيحة والآخرين كدو بين الشعارات اللي ما يميدي محمد بن الحسن حقيقة ربانية كيف عرفت أنت هذا الشخص موجود حتى تقول هذا حقيقة ربانية هذا أول كلام الدين الحقيقي لا يأخذ من التاريخ من وين يأخذ الدين الحقيقي ولا من أفواه الرجال ولكن الحق اللي هو الدين يأخذ من صاحبه منه صاحب الدين حتى تأخذ من عند أنت كيف تأخذ الدين يعني أنت تأخذ الدين من النبي محمد مثلا كيف تلتقي بالنبي محمد وتأخذ من عند الدين أو تأخذ من القرآن وتشوف القرآن أول شيء ماذا يقول بدون تأويل تعصف فيه تأخذ القرآن وشوف مفاهيم القرآن الأولية هل تدل على شيء معين مما تعتقد أنت أو لا بعدين الدين جاينا عبر حديث عبر روايات مثلا أنت عندك الإمام المهدي بتمنين جبت إمام المهدي رجال بصورة سرية قالوا أنهم موجود هو أول شخص واحد قال اللي هو أثمان بن سعيد العمري كان خادم الإمام العسكري وقال عنده ولد بالسر طيب هذا رجل أنت قاعدت ناقض نفسك يا أخي أبو مصطفى هذا رجل يدعاء ويستفيد من عنده وقام يأخذ فلوس باسم الإمام المهدي ونزلها بجيبة فأنت قاعد تدرك ما تقول الدين الحقيقة لا يأخذ من التاريخ ولا من أفواه الرجال أنت قاعد العقيدة مالتك هالعقيدة السياسية مالتك ما أخذها من الرجال واحد بعد واحد النواب الأربعة ثم أجوا الطوسي والكليني والصدوق والمفيد واحد بعد واحد دول الرجال بعدين تاريخ هذا تاريخ ما تأخذ من التاريخ هذا تاريخ تاريخ أنه فلان ولد أم لم يولد هذا أول كلام كلام متناقض لا يدرك هو ده يتكلم فالكلام يرد على نفسه فيه بس ما يدركه وده يدعي نتناقش ونتحاور طيب فالتأول كلام رديت على نفسك يا أبو مصطفى ثم يجي يقول يعني يطلق شعارات اعرف الله بالله طبعا عرفنا الله بالوجود هذا نظرنا إلى أنفسنا ونظرنا إلى الكون عرفنا هذا الكون إلى خالق قدير عليم يعني عرفنا الله بهذا الخلق والرسول برسالته الرسول عرفناه بالقرآن الرسول احنا ما شفناه بس عرفنا المعجزة الخالدة اللي هي القرآن هذا شوية أنت كلامك موداكية وولي الأمر عرفنا ولي الأمر كذا هو الأخ الذي يتكلم الأخ أبو مصطفى بالأمر بالمعروف أنه يعني المنكر يعني شنو معنات كلامك شنو أنت عرف ولي الأمر بالأمر معروف أنه أي واحد يمكن أن يأمر معروف أنه عن المنكر كلام متهافت حقيقة يعني معرف بس أنا أبين المنطق وطريقة التفكير يعني كلام جدا متهافت هذا طيب عندما نأتي إلى القرآن نجد الله يطالبنا بطاعته وألزمنا طاعته بطاعة رسوله بذليل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أكيد هذا لاحظت ذك في كلام الله عز وجل لم يقل من يطع الأحاديث ولكن قال من يطع الرسول أي شخص الرسول أكيد شخص الرسول يعني النبي كان يأمر يقول روحوا تعالوا قاتوا أكفوا هنا روحوا منا هذا إطاعة الرسول هي من إطاعة الله ولكن بعد وفاة الرسول أدنى القرآن وأدنى السنة العملية السنة العملية سلوا كما رأيتموني أصلي حجوا كما رأيتموني أحج هذه السنة العملية يسموها فنحن نأخذ السنة العملية أما الأحاديث فننظر فيها فنحن نرى ماذا؟ هذا أول الكلام يقول ولكن قال من يطع الرسول أي شخص رسول أو من يمثل حقيقته ويحمل محمله من أين جبتها الكلام؟ هذا الكلام الثاني الجملة الثاني من أين جبتها؟ أنت قاعد تفترضها من نفسك لا موجودة لا بالقرآن ولا النبي قال الكلام هذا طيب وكما جاء عني الإمام الصادق أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد بل كلنا محمد أما قل لك هذا الامام صادق على الكلام؟ أين شفتها؟ لقيت لك فتحديث فيه كتاب مما يسمى بالكتب الشيعية صدقت بها بسرعة لا يصدق بكل حديث صدق له بعدين الإمامة نظرية الإمامة كانت ممتدة اليوم القيامة ما كانت محددة بـ 12-1 صارت صارت محددة بـ 12-1 بالقرن الرابع الهجري وقفت حركة واقفية الأثنى عشرية مثل الواقفية اللي وقفوا على موسى الكاظم وقفوا على الإمام الثاني عشر اللي افترضوا وجوده طيب هذا أول شفت كم موضوع لازم تفكر فيه وكما جاء عني الإمام الصادق الإمام الصادق أول الكلام هذا إمام صادق نبي مو نبي عليها آية قرآنية ما عليها آية قرآنية عليها حديث نبوي ما عليها حديث نبوي عليها حديث من مثلا المسابقين لا يوجد عليه أي شيء هو رجل عالم كان فأنت شلوم يعتبر كلامه حجة هذا أول كلام هذا أول لازم تبحث أن الإمام الصادق من هو وهل هو حجة أو لا بعدين تعتمد كلامه بعدين تتحقق مما ينسب إليه شايفي شلون أنت قاعد تفكر الآن أنت نصف الصندوق أنت مغالق عليك الصندوق وأنه أنت شيعي إمامي إثنى عشرية فكل الأحاديث تصدق بها أنت اطلع بره اطلع بره شنو الإثنى عشرية يعني متى ظهرت هذه العقيدة الإثنى عشرية العقيدة الإمامية على فرض صحتها متى ظهرت من هو الإمام الصادق من هو الإمام الباكر هل هو حجة أو لا هذا أول كلام تخرج بره حتى تفكر بصورة سليمة أما إذا تفكرت من داخل يعني شوف شوف كلامك يعني يأتي واحد مثلا زيدي يأخذ أحاديث الأئمة الزيدية منها 1400 سنة يقول قال الأئمة الزيدية كذا وكذا تقول له هذا كلامك مو حجة يأتي واحد إسماعيلي إسماعيلي الآن موجودين منعتم أي أئمة ظاهرين وأئمة مختفين يعني هم فرق عديدة يقول لك قال الإمام الإسماعيلي هذا أغا خان كذا وكذا أدي إمام معصوم هذا هل تصدق بكلامه هل تأخذ كلامه أو تقول له لا أنت أول شيء ابحث هذا من قال لك إمام هذا أغا خان من قال الإمام وين نص عليه مثلا فما يمكن أن تصدق بسرعة إسماعيلي اللي يفكر داخل الصندوق يقول لك إيه هذا إمام معصوم أنت تقول له لا أخرج من الصندوق وفكر كذلك أنت يا أخي العزيز أبو مصطفى شوية يفكر بكلامك أنت قاعد تفكر من داخل الصندوق وعندك أشياء مسلمات بعدين آخرنا محمد وين ثبتت وجود آخر واحد مثلا محمد بن الحسن العسكري من أين جبت هذا حديث صنعوه بعدين لا سووه هل تأكدت هل درجة الحديث هل شيء في السندة مثلا أو لا فقط لأنه قاعد تأخذ أحاديث وتمشي لأنه من نور واحد ومعرفة واحدة لا يختلفون ولا يخالفون إسا هذا نجاوزها ليس مشكلة إذن كيف تنتج الأخي الآن شوفوا طريقة التفكير أنا أهمني الآن موضوعي اليوم حول طريقة التفكير إذن الله يأمرنا بطاعة الرسول لأنها طاعته هو يسأل بعد نفسه كيف أطيع صاحب حق ما مولود أو ما موجود اسأل نفسك اسأل نفسك أليس هذا تناقض هو يقول أليس هذا تناقض إما من قبل الله وحاشا لله من تناقض من تناقضي أمن أندي من نفى حجة الله لا مونا أنت قاعد اللي أثبتت واحد تقول موجود ومولود وما تكذر الطيع فصار تناقض مو لي نفى أو ما آمنوا بي أو ما عدم دليل على وجوده فشوف أنت هذا هنا دي أتكلم بصورة متناقضة ولا يفقه هذا التناقض الموجود في كلامه يقول الله نحن نسألك كيف تطيع أنت على حسب نظريتك الله يؤمرك بطاعة واحد وهذا واحد ما موجود الآن ما موجود ما يحتاج الناقش الآن هو موجود حتى تطيعه ظاهر حتى تسمع كلامه وتوالي طبعا لا فإذن لا يمكنك إطاعة هذا الإمام اللي غائب فإذا أنت كلامك كله راح النسف كلامك ولكن أنت مؤمن يعني ما قعد تدرك التناقض في كلامك وفي فكرك قال الله تعالى يحاول يجيب أدلة على الموضوع هذا بتأويل التعصف للقرآن قال تعالى الله نور السماوات والأرض عرفنا الله نور السماوات أي في السماوات ماذا أقول لك في السماوات هذا تأويلك هذا لك إذا يكسم الآية طيب ونور الأرض يعني الله فوق ووحد ثاني تحد يقولك الله نور سماواتي والأرض مو الله نور في السماوات فقط والأرض هناك واحد ثاني من لين جمت الكلام ؟ تلعب القرآن تأويل قرآن تأويل تعصفي جدا 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 لن صحص المتلومة بالكلمات Toy يعني كلام عجيب غريب هو يسأل نفسه هو يعني لأنه متناقض طيب ونور الارض اين هو؟ اين نور الله في ارضه؟ يسأل نفسك هل تقعد تفترض واحد يفترض انه واحد نور الله في الارض بس هو ما موجود الله كلامه واقع يرجع الله كلامه واقع فلابد من نور لله في ارضه لكي يتسنى لنا معرفة نور السماوات لابد من معرفة هذا النور ماذا ترابط بالموضوع؟ ما في ترابط بالموضوع انت قاعد تفترض اشياء وتتخيلها وترتب عليها شئة اللطيفة خاطب اصحاب الاقول النيرة اليس كذلك يا اصحاب الاقول النيرة اليس كذلك يا اصحاب اقول الاطفال الصغيرة اللي ما تدرك التناقض انت شوية لا تفكر كلامك كله تناقض بس ما تقعد تدرك التناقض هذا طيب وكثير من الايات التي تشير الى وجود من يحمل دلالة الله ومعرفته وطريقه منو منين الايات شون هي منو يحمل دلالة الله يعني تقصد كلام مؤمن بالكلام مسبقا وبناء على احاديث والان يقول والان نأتي الى احاديث اهل البيت هذا اول كلام اول كلام احاديث اهل البيت منو نقول لك هاي احاديث اهل البيت هاي منسوبة لهم كذبا وزورة 1400 سنة بينك و بينهم شو نصدق بها انت ثم منو قال لكم انبياء او نصر انبياء او ثلاثة اربعة انبياء الناس كانوا عاديين علماء كانوا ما كانوا لا مواصع عليهم ولا مذكورين لا بالقرآن ولا عند النبي محمد قال الامام الكاظم هو مؤمن في اشياء مسبقا بس ما دي يطلع من عنده عايش بنصحة وده يحاول يبررها يقول قال الامام الكاظم ما قال وين قال السوء مو مشكلة بعد نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بطاعة والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل بالعقل يعتقد لا علمه إلا من عالم رباني ولا علمه إلا من عالم رباني ستوقف ادهاي الكلمة العالم الرباني ليسوا الفقهاء والمجتهدين والعرفانين كما يزعمون شلون يا أخي العزيز أبو مصطفى قال الإمام الحسين نفسر هو معرفة الله معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته وين شفت الإمام الحسين وقال لك من أن لقيت الكلام هذا ثم أنت قلت لا علم إلا من عالم رباني وتقول العالم الرباني يعني منهم دولة الأئمة يعني علماء ربانين أما الناس الآخرين لا دولة مو علماء ربانين قال الإمام الباكر كله قال الإمام الكاثم وقال الإمام الحسين وقال الإمام الباكر كله كذب في كذب أحاديث كله مكذوبة بس هو مؤمن بيها ومؤمن دولة هم أنبياء عنده من أدركه لاحظوا هنا قال الإمام الباكر في بداية القرن الثاني الهجري اللي يتكلم عن واحد بالقرن الثالث بعد مئتين سنة رح يجي عنده ألم غيب يعني عنده ألم غيب ويعرف ويعرف ش رح يصير بالتفصيل أو هذا الحديث سوه في ذيك الأيام ونسبه للإمام الباكر من أدركه أي الإمام الحجة السواء قال حسب الحديث يقول من أدركه فالتو من قال لك الإمام الحجة يمكن أشرين واحد آخر فلم يسلم له إذا يدرك هذا الإمام ولم يسلم له فما سلم لمحمد وعلي وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس مثب الظالمين شي لطيف يعني حقيقة على طريقة التفكير هذه أولا شونا أدركت الحجة وين تدرك يعني فالشي وهمي خيالي إذا طالع موجود وتقول اللي ما يجي إلى مثلا من لم يسلم له فما سلم لمحمد وعلي شوية كلامك يعني يصير معقول أما واحد ما موجود أصلا من أول يوم ما أحد ما شافه أبوه قال ما عندي ولد فشلون صار هذا إذا أدركته فلم تسلم له فما سلم لمحمد وعلي وقد حرم الله عليه الجنة أراضت هذا الحديث على القرآن القرآن يقول إذا فد واحد شخص معين مجهول ما ما سلمته إليه فترحون للنار وين أكبر القرآن على الكلام هذا ومأواه النار وبأسمة والظالمين يعني هذا كلام جدا مكذوب مكذوب فيه أدة أشياء طيب شلون نسلم له أنت الآن افترضنا أنت افترضت هذا موجود شلون نسلم له شنو وهذا الحديث عنده صار صحيح منين جبت يا أخ أبو مصطفى يقول كتاب الحجة كتاب الغيبة للنعماني كتاب الغيبة وحي منزل عنده هذا الكتاب قرآن هو شنو كتاب الغيبة للنعماني يعني شوية أفكر أن الحديث من تنقلة من مصادر موثوقة مستقلة مو من ناس هم سووا في النظرية وجابوه لها أحاديث الكليني والنعماني والصدوق والمفيد والطوسي دول كلهم خط معين هم سموهم إثنى عشرية سووا النظرية لإثنى عشرية وقاموا يجيبوه لها أحاديث مكذوبة يكذبون ويجيبون أحاديث يصنعون يفبركون فأنت شنون تصدق بيهم لولا على أقل فيه شك في كلامهم فما يصير تعتمد على كلامهم تطلع بره بصورة مستقلة وتنظر هذه الأحاديث معقولة تتفق مع القرآن تتفق مع الواقع ليس بسرعة تصدق بيهم وتمشي قال لي ما من الحجة الآن السابقون معروفون وموجودون كانوا قال لي ما من الحجة ولو لا ذنوب شاعتنا لرأونا رأي العين وين لقيت ما من الحجة حتى تنقل من عنده حديث أنت في البداية قلت ما نأخذ هذه من أفواه الرجال شك كل كلامك من أفواه الرجال منين جبت الحديث يقول دول مثلا النواب الأربعة رواوا هذا الحديث أو ما أعرف منه سيجوا ابن مهزيار مثلا قال لي الإمام الحجة وين واحد يكذب على إمام الحجة ابن مهزيار واحد دجال كذاب جاروا في قصة خيالية هو مخترعها حتى يأخذ فلوس من الناس وراها بعد ذلك يقول رح يتولي قتل إمام الحجة بالطائف وكذا شون صديقي بسرعة كل دينك من الرجال من الرجال الدجالين الكذابين قاعد تأخذه وتقول لنا في البداية لا تأخذه نتي من الرجال فشلون قال لي الإمام الحجة وين يا بيه منين جبت المصدر قال الاحتجاج احتجاج للطبرشي سمك كاتب المؤلف منه الطبرشي أو الاحتجاج بيه قرن كان عايش بالقرن السادس بالقرن السادس ورا ثلاثمائة أربعمائة سنة شلون ديروا في الحديث قصة مثلا رواية معينة شون أصدق بيهم قال الإمام المهدي عليه السلام لابن مهزي عب حين التقى به كأنه ذني يعني هالقصص التاريخية هو يقول ما لازم نأخذ التاريخ اللطيف هالقصص التاريخية كلها مصدقها مية بالمية ناس فيه فيه أوقات معينة قاموا واختلقوا قصص وأساطير وروايات وكتبوها والأخ جاي بعد ألف واربعمائة سنة إذا صدق بكل هالموجود ومن داخل الصندوق قال الإمام المهدي لابن مهزي عب حين التقى به قد كنا نتوقعك ليلة ونهارا فما الذي أبطعك علينا فقال يا سيدي لم أجد من يدلني فقال الإمام مستنكرا لم تجد أحدا يدلك هو منشاف الإمام الحجة دي يتكلموا يا بمهزي هو بمهزي عب دي ينقل كلام دي ينقل دي ألف رواية حتى يبين نفسه هو إنسان مقدس وعظيم ونائب الإمام الحجة الوهمي ما موجود ثم قال لا ولكنكم كثرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم الذي بينكم فأيوا عذرا لكم ثم قال عليه السلام لو لا استغفار بعضكم لبعض لهلك من عليها إلا خواص الشيعة الذين تشبه أقوالهم أفعالهم وين دلائل الإمامة صفحة تسعة وثلاثين خمسمية وتسعة وثلاثين حديث رقم مئة وستة وعشرين هذا مصدر صعب أنت تشلون نصدق يا أخي العزيز أبو مصطفى أنت تشغلنا وتشغل الأخوة المتحاورين دائما بهالطريقة من التفكير نصدق لك جيب لك أحاديث من فلان كتاب وفلان كتاب وفلان كتاب وفلان إمام قال وفلان إمام قال وهذا كل أول الكلام إذا تبحث نظريه بعدين أنت كل كلامك تثبت أنه هناك إمام غائب طيب الإمام غائب شي سوي يعني شنو شنو شغل الله ليش حاط هذا حسب نظرية الإمامة كلون الشريعة اكتملت الدين اكتمل الله بالقرآن الكريم يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين خلص الدين هو شنو العقيدة تؤمن بالله تعالى الواحد الأحد بعدين تؤمن بيوم القيامة وتؤمن بالنبي والأنبياء وصلي وصوم وتحج وزكي وتجنب المحرمات وتعمل واجباتك هذا هو الدين طيب إذا تقعد تفترض في الشيء إضافي تقول لا الدين مو بس هذا الدين يعني الإمامة الإمامة شنو مهمتها والأئمة شنو مهمتهم مهمة الأئمة هي تنفيذ الدين تطبيق الدين يعني إقامة الحق والعدل والقصد ومحاربة الظالمين والمعتدين هذه مهمة أي رئيس دولة في العالم هذه مهمة الأئمة يعني طيب تقول أنت الله فرط يعني الإمامية وأنت واحد من عندهم تقول الأئمة الله عين الأئمة عين إمام علي طيب وبعدين إمام الحسن إمام علي ما عين الحسن الحسن تنازل لمعاوية بعدين الناس انتخبوه وهو راح أعطى الحكم المعاوية وطلب من الشيعة كلهم رحون يبايعون معاوية وبقية الأئمة كلهم بايعين آئمة زمانهم فهذه الأئمة وبعدين وصلوا إلى منتصف القرن الثالث الهجري انقطعت السلسلة معلاتهم أيضاً راح أولي خلصت نظرية ما موجودة من 1200 سنة الآن نظرية الإمامة ما موجودة حتى إحنا ندافع عنها ونناقش الآخرين نحاولها ونحاول نثبتها بصورة مستميتة ونجيب آيات قرآنية نقصرها ونأولها حتى نطلع فتكلام من عدها ونجيب أحاديث سابقة من الأئمة سموا ماذا وين الإمامة الآن الشيعة كلهم سوفوا الآن سلام فرموندا وسلام أيها القائد في كل مكان حتى في لندن هنا طيب ينتظرون مستعدين وكل الناس والشباب كل المستعدين لإمامه ليش ما يطلع ليش غايب هذا الإمام إذا هو موجود إذا ليس الله مكلفه بقيادة الأمة الإسلامية حسب نظرية الإمامة ليش غايب غايب لأنه ما عنده أنصار الآن ما شاء الله بالملايين عنده أنصار أو لا غايب مو لأنه ما عنده أنصار لأنه هو الله قال له غيب طيب متى يظهر وقت الله يقول لي أظهر إذا لماذا الله يتصل به هو النبي حتى الله ينزل عليه وحي أو جبرايل أو كما يقول البعض مثلا يجي جبرايل يصيح بالسماء والناس يسمعون كلامه بالمعجزة ما نعرفه بعدين إذا ظهر ما يقول لك هذا الآن في إيران يوميا طالع واحد يقول لك عن إيمان مهدي ومعتقلين 20 واحد ذاك اليوم ما نعرف إيمان مهدي الحقيقي لو طلع وقال عن المهدي الحقيقي ما تعرفه ما أحد ما شاهده من قبل فشلون نعرف هذا هو المهدي لو كذاب واحد دجال دي يقول عن المهدي مثل دول اللي يطلعون الآن في كل مكان بالعراق ومصر وبالهند وما أدر وين باكستان فشلون تعرف الإيمان هذه مشكلة مأزق كبير طب ليش ما يظهر الله شلون ينزل عليه وحي يقول لي اظهر ولما الله قال له غيب الله قال له غيب ليش الله قال له غيب الله هو وقال له نروح قوده الأمة الإسلامية وفي زمانه يعني في القرن الثالث الهجري طلع واحد من الأمة الإسماعيلية وقال أني الإمام المهدي وصوى دولة وما خاف من أحد دولة الفاطمية في أواخر القرن الثالث الهجري واستمرت 250 سنة فهذا كلام كله وهمي وخيالي وما فيه يعني مصداق حارجي فذول الأخوة الإمامية المساوين عقدة لهم بينهم بين بقية المسلمين وبتأويلات تعصفية وبأحاديث مكذوبة وبنظريات متناقضة يسعون في النظرية ويدافعون عنها دفاعا مستميتا بدأ ما يرحون يعملون الآن الشيعة الحمد لله رب العالمين بدهم دول يعني بعد ما ينتظرون اللي ما مهدي هم أقاوم الدول وحركات مقاومة وأحزاب سياسية وحكومات أدهم وهم عليهم مسؤولية إقامة الحق والعدل في الأرض ملازم ينتظرون ومدين ينتظرون بعد فلماذا احنا نروح ندافع عن نظريات مثالية خيالية وهمية أسطورية ونتقاتل عليها ونستميت في الدفاع عنها وما إلا مصداق خارجي ما إلا وجود خارجي شوية علينا نفكر بعقلنا أنه هذا الكلام كله كلام متناقض متناقض مع الواقع وبالقوة كل الأدلة اللي يجيبوها بالتالي ما تأدي ننتيجة هل تستطيع أن تدلنا يا أخي أبو مصطفى على هذا الإمام حتى تروح نسلم إلى ونباعة ونأيده أنت ما تأرفه أنت جاهلة على الحال ما أطول عليكم كثيرا لأنه هذا المنطق المشكلة المنطق الأسطوري الخيالي المتناقض ومع الأسف الشديد بعض الأخوة يحسبون نفسهم مثقفين يعني يكتب ويجعف ويقرأ وكذا ويجيب حديث بس يفكر من داخل الصندوق وبصورة متناقضة ويؤول آيات القرآن بصورة عصفية حتى يستنتج من عندها ويولدها فرد إمام غير موجود موهوم ثم ما ينظر حوالي وين هذا الإمام شنون يمكن نعرفه متى يخرج لماذا هو غائب هاي كلها أسئلة مهمة علينا أن نتخلى عن هذه النظرية الأسطورية التي لم يعرفها أهل البيت أنفسهم ولا توجد لا في القرآن الكريم ولا أن نبي تحدث عنها علينا أن نكون واقعيين نأخذ الدين ونطبق الدين هذا هو واجبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته